التعامل مع الأطفال أو تربية الأبناء بشكل عام هي واحدة من أصعب الحاجات اللي ممكن الواحد مننا يمر بيها في حياته وده لأن مسألة عمرها ما كانت بسيطة أو حاجة كده بتيجي مع الأيام بالعكس الموضوع خطير وممكن كتير من الأباء والأمهات يكونوا بيتصرفوا بشكل غلط مع أولادهم وده بيكون فيما بعد دي نتائج سلبية كبيرة جدا على نفسية الأطفال وللأسف كمان ممكن تكمل معاهم لحد ما يجبروا ويمكن إحنا طول الوقت بنتكلم عن التربية الإيجابية أو خلينا نقول التربية السليمة لكن في نفس الوقت عمر التربية السليمة ما كان معناها أن إحنا ما نعاكبش الأبناء لو عملوا حاجة غلط لكن الفكرة هنا بقى هي فكرة طريقة الاعكاب اللي هقاولها وهعملها مع ولادي إزاي ممكن الأب والأم يعاكبوا أبنائهم على أخطاقهم دي شيء صحيح جدا وسليم كمان تربويا ولازم نتعلمه لازم نعرف إزاي نعمله بشكل كده يعلم الطفل حاجة إيجابية تنفعه في شخصيته في المستقبل اللي لازم بقى نعرفه عن معاكبة الأبناء أنه سلاح زو حدين ولازم نكون فاهمين كويس قوي إزاي ممكن نستخدمه مع أولادنا وده بقى اللي احنا هنحاول نعرفه النهاردة في حلقتنا أكيد كل أم وكل أب طول الوقت بيكونوا مقتنعين من العقاب هو الجزء الأساسي من تربيتهم لأبنائهم بس هل حد فينا سأل نفسه قبل كده هل الطريقة اللي احنا بنعاقب بيها أولادنا دي صح ولا غلط الحقيقة السؤال ده مهم جدا ولازم كل أم وكل أب يسألوا لنفسه ولازم كمان نفهم إن أوقات كلمة العقاب مش دايما تبقى هي الصح وده اللي احنا هنحاول نعرفه النهاردة في خلال حلقتنا من دفتنا مروى درندلي استشاري العلقات الأسرية أهلا بيك معنا في الستوديو أهلا بيك يا فابي الحقيقة يا مروى إنه عايز أعرف منك كده في الأول مفهوم العقاب للأبناء بس عايزة الأول أقف عند كلمة العقاب لإن إحنا قبل بنتزي الحلقة أنت سيقولت لي إن كلمة العقاب أصلا ماينفعش دايما تتقال لازم نقول عواقب وده اللي هبتزي بيه معاكي الحلقة وازاكي تفاهميني الفرق ما بين العقاب والعواقب بمنتهى البساطة العقاب هو حاجة الهدف مبنية على الأزى أنا الهدف إن أنا أقذي ابني في تصور إن أنا لما أزيه إنه كده هيتعلم حاجة الأزى ده بقى بيكون لفظي بيكون جسدي وإحنا يعني فيه كتير معتقدات عندنا خطيقة تخص الموضوع ده إنما العواقب هو الهدف منها إن أنا السلوك اللي مش كويس اللي ابني بيعمله إن أنا أعلمه وفهمه إيه سبب إنه هو مش كويس وكمان يبقى فيه عواقب تعلمه إنه هو يختار سلوك جيد ما يبقاش هو بيعمل يعني العقاب دايما بيبقى مبني على إنه هو خايف من اللي إحنا هنعمله فيه فما بيعملش السلوك فالناس بتفتكر إن كده المشكلة تحلت بس هو الأساس إحنا كأباء وأمهات دورنا إيه هل إحنا دورنا إن إحنا نرهبهم ونخوفهم عشان يبطلوا يعملوا السلوك بس أول ما إحنا نكون مش موجودين يبتدوا هم يعملون إن مفيش رقيب ولا دوري كأب وأم إن أنا أفهمهم ليه السلوك ده مش كويس وليه هو مش مفضل وإيه هو السلوك السليم ويعملوا زي عشان في وقت أنا موجودة أو مش موجودة يختار دايما يتصرف السلوك الكويس هل معنى كلامك يا مروى أنت أصلا ضد كلمة العقاب أو ضد مبدأ أصلا العقاب؟ بالضبط لأن العقاب فيه أذى أذى جديد جدا للطفل أذى نفسي وأذى جسدي ممكن يعني أنا بسمع كل يوم قصص ومش أنا بس أي حد في الدنيا بسمعها بتسبب جروح لولدنا سواء جسدية أو نفسية بيعودوا سنين بيحاولوا يتعالجوا منها وساعات ما بيعرفوش يتعالجوا منها بيعمل ضرر دايريكت على شخصيتهم بيأثر وبيظهر عيوب كتيرة جدا إحنا بنبقى متخيلين وقتيا أن المشكلة تحلت بس لا هو مع الوقت بيظهر مشاكل تانية من نوع آخر فأنا ضد العقاب أنا مع العواقب أنا عزاك تدي لي مثال حي مروى عن الفرق بين العقاب والعواقب يعني لو ابني غلط إيه العقاب وإيه العواقب؟ يعني الأم المفروض تعمل إيه؟ لأن إحنا ممكن نكون بنمارس العقاب بمبدأ العواقب وإحنا مش عارفين أو العكس العقاب يعني مثلا هندي مثال ابني غلط وقع قصر الكباية فأنا كأم اللي عملته إيه؟ فضلت أزعى 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 وعمل أشتم فيه وممكن أكون ضربته وأنا بلم الكباية بس كده هو فهم إيه؟ اتعلم إيه؟ أنا أصلا اللي شلتها أنا اللي شلتها وهو بس اللي شايفه أن أنا أعمل أزعق له بشتمه وخلاص كده إنما العواقب إنه هو كسر الكباية بجيبه بقوله أنت قصرت ده ما كانش مفهود أنت تمسكها مثلا أنت عارف أن دي حاجة مش مفهود أنت تمسك طب إحنا النهار ده كسرناها تعالى نم الحاجات اللي وقعت طبعا بما يتناسب مع معامل الأمان يعني لو في حاجات خطر أن هو يلمها مش هينفع لما بس مثلا لو في أي سوايل وقعت على الأرض ينظفها حتى تعالى سعيدني هاته أنت المقاشة وبغروف بالضبط فيقوم هو يتعلم إيه؟ أنت خدت بالك أنا كنت قيلها لك ما تمسكش الكباية دي علشان هي مش أنت مش في قدرتك أنك تمسكها فأنت صممت ومسكتها فوقعتها فعملت اللي أخبطت بيتنا أو وقعت أو ضريت مكان إحنا موجودين فيه إحنا علينا أن إحنا ننظف المكان ده ونتعلم أن إحنا مامي لما بتقولنا على حاجة هي بتقولها لأنها عندها وعي أزيت شوية مننا لأنها أكبر فإنها خايفة علينا فياريت أن إحنا بعد كده نختار أن إحنا ما نلمسش الكباية دي مدام إحنا تقلق أنك ما تمسكها يعني أنت عايزة لما الطفل يغلط الأم تقعد معايا تفاهمه بالراحة غلطته بزاق ويحل معاها المشكلة اللي هو عملها بزاق طب إيه التأثير الإيجابي بتاع أن إحنا بنمارس ونطبق يعني مصطلح العواقب مع أولادنا أول حاجة بحسسه أنه هو عنده قدرة على الاختيار بابني سقطه بنفسه بخليه عنده إحساس أنه يقدر أنه يختار التصارف السليم ما بهدمش شخصيته بأن أنا بزع أو باهين أو بضرب أو بعمل أي حاجة نيجاتيف بقوي علاقتي بيه وبابني الثقة ما بيننا لأن أنا هو النهاردة بالتجربة لما ما سمعش الكلام وعمل حاجة عكسة لأنه نصحته بيها حصل دامج آه إحنا أنا كنت في ظهرك وساعدتك أن إحنا نعالج الدامج ده بس في عواقب ليه وإحنا دولنا أن إحنا نصلح العواقب فبابني شخصية مسؤولة وهو ده الهدف من التربية الإيجابية الهدف إن أنا الناس عادت بتخلط وبتفتكر أن التربية الإيجابية عايزة أولاد متدلع بالعكس هي عايزة أولاد مسؤولة تعرف تختار الصح في الوقت المناسب سواء الأهل موجودة قدامها أو مش موجودة قدام لأنه قد أند أو في النهاية يعني إحنا النهاردة بنربي دورنا في حياة ولدنا إن إحنا بنربيهم ونعدهم للمستقبل أنا مش هفضل طول حياتي وقفة وراه عشان أختار له الاختيارات السليمة لازم أعلمه حبة حبة إنه يعرف يختار الاختيارات السليمة ولازم يبقى عندي تقبل إن عشان أقدر أوصل إن أنا أختار اختيارات سليمة لازم أقع ساعات في الخطأ لإن الخطأ بيوصلنا إن إحنا نعرف إيه الصح هو أصح حاجة يا ماروة فعلا زي ما أنت بتقولي إن إحنا بنهيأ أولادنا للمستقبل وإن الخطأ الصح إنه يتعمل عشان نتعلم منه بس بقى هل منطق العواقب ده نطبقه دايما مع أولادنا ولا في بعض الأوقات لما الغلطة تتقرر لازم أبقى حازمة أكتر من المرة الأولانية الحزم لا يتناقض مع فكرة العواقب هو الفكرة بس إن إحنا بنقول بدل ما نضرب وبدل ما نأذي جسديا أو نشتم نحط عواقب يعني أنا مش ضد خالص إن إحنا نبقى حازمين تربية الإيجابية بتقول إن إحنا لازم يبقى عندنا تعاطف وحزم في نفس الواجه تعاطف مع حزم بالزبط بس إزاي تعملي التوازن ده تكوني متعاطفة مع الطفل وفي نفس وقت تكوني حزمة وده من خلال مجموعة حاجات لما تيجي تأخذ أي عواقب أو حاجة عايزة تعلميها لولادك سألي نفسك سؤال هو أنت رد فعلك ده هيعلمه حاجة بجد ولا لأ رد فعلك ده هيعمله أزه نفسي ولا لأ ولو كانت الإجابة نعم إن هو مش هيعلمه أو إن هو هيعمله أزه جسدي يبقى أكيد الإختيار اللي أنت مختاره للعواقب مش الإختيار السليم أنا عارفة إن ساعات أهل بتفتكر إنه ده كلام نظري وصعب يتحقق هو بصي بصراحة شبق صريحة معاك لو في مشكلة دلوقتي ومثلا الطفل حط إيده في فيشة أو في قهربة أنا مش هقدر وقتها فكر إنه أبقى إيجابية وأكلمه بالراحة وشيل إيدك أنا وأنا هخاف قوي عليه فرد فعلي شيل إيدك بسرعة يعني هبقى خايف عليه فازعي إيده أو عصبيتي تبقى خوف عليه صح ولا أنا غلط في النقطة دي هو صح بس أنا هقولك حاجة أسألك سؤال تاني هو أنا دوري كأهل إيه مش إن أنا هيئ بيئة آمنة للطفل يعني ما ينفعش إن أنا سيب طفل لسه عنده أربع خمس سنين عنده روح الاستكشاف عالية جدا واسيب له في قوضة فيشة كهربة فيها مكشوفة يعني رسي ما عيني تبقى عليه مش عيني تبقى عليه أهيئ البيئة المناسبة إحنا النهاردة الدنيا متطورة فيه كوفرز للفيش تتحط تقفل لو فيه طربيزة أنا حارفة إنها ممكن وهو لسه بيتعلم المشي تخبط فيها فأنا أبعدها من طريقه لو فيه حاجة فاز ولا حاجة معانة أنا قلقانة عليها وحسها حاجة غالية أشيلها لأنه هو طبيعي ربنا خلقنا لو إحنا ما عندناش الفضول والسعي للمعرفة مش هنمشي ولا هنتكلم ولا هنوصل لأي حاجة ده الطفل فهو ربنا خلق عنده شوية حاجات بتخليه يفضل يستكشف عشان يتعلم وجزء منها حدود المكان واكتشاف إن الحاجة دي لو زقها تقع فأخلي له الحاجات اللي مزعلش عليها ففي الآخر ما يكونش رد فعلي مبالغ فيه طب ولو الغلطة تقررت هل برضو أتكلم بالرحة وفاهم بالرحة ولا هنا ممكن أحط شوية العطفة مع الحزم زي ما أنت بتقولي إن ده مش هيتعارض مع ده وقتها من البداية أنا معا نحنا نحط تعطف وحزم حتى لو أول مرة يغلط من أول مرة بس الفكرة إيه بقى؟ قبل ما أعمل العواقب لازم أتأكد من مجموعة حاجات أتأكد إن هو فاهم هي إيه غلطته ولازم الطفل يبقى فاهم إيه غلطته عشان ما يتقررهاش عشان ما يتقررهاش ولازم أبقى نفهمها هي ليه غلط ليه هي السلوك مش محبوب وفهموا إيه السلوك السليم وفهموا وبأكلية واضحة جدا إنه هيبقى فيه عواقب لو قرر السلوك وفوق ده كله أبقى ملتزمة بأننا مش مرة أقوله هيبقى فيه عواقب ومرة تانية مفيش عواقب أبقى ملتزمة كل مرة لو حصل إن السلوك ده وتتكرر إن أنا ملتزمة بأننا نفذ العواقب وبتكون بتتنفس في كل الأوقات مش هي مثلا جوابتنا وما نروح عند جدنا أو جدتنا فالعواقب تتكسر أو في الصيف إحنا معلش ما فيش مشكلة أبقى كونسيستنت زي ما بيقولوا ولازم كمان إننا تكون العواقب دي منطقية متناسبة مع سنه وما هنا برضو إيه مش يعني إيه وما تكونش مفتوحة يعني لازم تكون محددة بزمن يعني إيه محددة؟ يعني مثلا النهاردة أنا ابني عمل حاجة وأنا عايزة أحط له مثلا عقاب مثلا حرمان من وقت مثلا فرجة على مثلا بلاي ستيشن أو كده لازم تكون متحددة متحددة مثلا بتايم فريمي زي ما بيقولوا يعني مثلا إنت النهاردة محروم من الفرجة لغاية لما وبصي بقى طريقة العرض بقى أنت تشال منك بريفليج معينة أو ميزة معينة أنت نتيجة لأن أنا كنت حتى ثقتي فيك مثلا في نتيجة امتحاناتك والنتيجة طالعت وحشة فأنت تشال منك الميزة دي بس تقدر ترجعها لو شفت درجات الشهر دوت وكانت كويسة فأنا ربطتها له بتايم فريم ممكن هو كمان يقدر يعملها بالزبط مش بقى في المطلق وأقول هو إزاي هو معترض أنا مش هدفي أن أنا أكسره من جواه حاسسه أن الحاجة مش هيقدر يوصلها أنا هدفي أن أنا أعلمه وفي حاجة تانية كمان مهمة أنه كمان ما ينفعش أبالغ في العواقب يعني معتدلين يعني اختاري معاركك في حاجات لازم مش كل حاجة عمال على بطال عواقب يعني في حاجات ينفع أن أنا أعمل فيها عواقب تستحق العواقب وفي حاجات تانية عادية ممكن نفوتها ندي ملحوظة على الهادي علشان خطر برضو العواقب ما تفقدش كمتها مانا طول النهار لو كل حاجة هو بعجبه طول النهار بعجبه طول النهار حرمي حبسه في البيت يقولك ما يخربونة خربونة طف فيها ماروة أوقات بيقولوا أنه كتر ما أنا قاعدة بعدل على ابني أو بنتي بيتخنقوا في الآخر فهل استوب العواقب مش بيتعارض مع ده ما هنا العواقب برضو أنا هقعد كل مرة يغلط ما تعملش كده عشان مشكلة دي تأثارها كده فهما قصد إيه؟ يعني هل في الآخر استوب العواقب ده مفروض يتنفذ لسن معين ولا ده حتى لما يجبهره بقى مراهج لا لا طبعا بيتنفذ على طول بس هو فيه فرق كبير أيما بين العواقب وإن أنا بشرحها مرة وبشرح له الأسباب وبناخد العواقبة اللي إحنا متفقين عليها أو اللي إحنا قلناها وما بين إن أنا راحة جاية بقى بغني كده انتقاضية بقى يعني أختار الحاجات اللي أنا أعلق عليها وأقف فيها وأخد موقف فيها والحاجات اللي ممكن أقولها كده وأنا معدية وأعديها أصفيهم هات ما بتعقبش وبتفضل طول ما هي ماشية عمالة بقى إيه تنتقد 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 أنت موصلتيش لحاجة أنت عمالة تنتقدي وخلاص هو بيدخل الكلام من هنا ويتعلم من هناك تانية وما فيش أي حاجة لأ أنا مش عايزة الكلام يبقى كتير خلي الكلام قليل والحاجة اللي تستحق أن يكون لها عواقب يكون لها عواقب من غير يعني مش لازم كان أنا شرحت وقلت إيه الأسباب وعلى موقفي وموقفي لأني يتغير إلا لو تغير سلوكك للحاجة المناسبة طب انت قلت من شوية يا مروع على موضوع حرمال مثلا من بلاي ستيشن أو التلفزيون أو الموبايل لوقت محدد عشان هدف ما أنا عايزة إيه بني وصله بالضبط هل معنى كلامك أن أنا ممكن أخذ أوقات أكشن لحاجة هو بيحبها ووقفها عنه يعني ده مش غلط ده من ضمن العواقب طبعا هو المفهود أنه كلنا عندنا مميزات معينة أنا أقدر أسحب ميزة معينة علشان خاطر يبقى ديه عاقبة من العواقب ليه بس إحنا دايما بنفضل في العواقب إنها تكون مرتبطة بالتعامل يا زي ما شرحنا كده في موضوع الكوباية هو وقع كوباية فيمسح ديه عاقبة بصي يا مش حاجة دي بس يتعلم إن هو يمسح مكان موسخ هو النهاردة لعب بلعبه وعنده صحابه فهو لازم يلم لعبه بعد ما أصحابه لو هو ما لمش لعبه يبقى هو هيتشال منه ميزة إنه صحابه يجيله في البيت يزوره لأنه هو ما بيحترمش قواعد البيت في إنه إحنا لازم نلم لعب لو هو النهاردة مطلوب منه إنه هو يذاكر ويحقق درجات معينة بس برضو الحتة دي صلاها واسعة قوي درجات معينة ما فيهاش بكدراته فيه احترام لكدراته عشان برضو أنا إيه كل الناس عايز أولادها تطلع الفضاء لا كل واحد وليه قدرته بالضبط فلو هو ما حققش ده نتيجة لعدم التزامه فهيتشال منه بريفليج إنه هو بيلعب ساعة زيادة مثلا بلاي ستيشن أو بيلعب على إلكترونيكس حاجة معينة فيه مقاوي يتشال منه خروجة معينة نتيجة إنه نتيجة هي طب ولو جي قالك مامي مامي ساري وما تزعليش مني وخلاص وكده هل هتفضلي عند مبدأك ولا لأ هتتدينه لحاجة تاني لا أنا بقى مع فكرة إنه إحنا ننتزم بالمبدأ ليه لأن أولادنا دايما بيجربونا يعودوا يعملوا تيستين كده ماما طيبة وخلاص هو أنا طيبة بس هو لازم يتزرع جواه فكرة إنه الكل فعل رد فعل وإن الأمور مش هتعدي كده بالسهل لازم إنت غلطت في حاجة فلازم تتحمل نتيجة أنا عايزة تطلع طفل يعني طفل يبقى في المستقبل إنسان مسؤول فلازم يبقى عارف إنه إحنا الحياة كلنا وإحنا كبارة عارفين إنه كل حاجة يعني you pay for it كل حاجة ليه عواقب بالضبط وكل غلطة بنغلطها بنتعلم منها حاجات بس لها عواقبها برضو اللي إحنا ملطلبين إنه إحنا نعالجها أو يعني نتحمل مسؤوليتها فهو أنا لو فضلت أنا طول النهار بشيل من عائل عواقب وبسدد من وراء الخنات طب هو بعد كده لما يطلع مش مسؤول أنا زعل ليه بقى مهنا للأسف إحنا بنقابل نمزج كده جديرة جدا كتير قوي ومش مسؤولين عن أفعالهم وبعد كده يتجوز ويعامل أسرة وهو مش مسؤول برضو عن الأسرة ويفشل في الإخت طب ليه ما ده دورنا إحنا في الأول طب دايوة دي نقطة مهمة قوي يا مروة وهي الأمهات والأباء اللي ضد إنه هم ياخدوا موقف مع أولادهم لما يغلطوا وفاكرين إنه طول ما أنا بطبطب عليه وبالذات بقى بشوفها كمان مع الولادة الصغرين فبطلعوا للأسف رجالة في الآخر مش مسؤولين وبنات في الآخر وبتعرشوا سفتح بيوت إنه يغلط أعمل اللي أنت عايزه وكسرتك باية فداك اللي هو ما فيش حاجة غلط في الحياة إنت تعمل اللي أنت عايزه أي حاجة هجبهاي لك إيه رأيك في النوع ده دي مأساة ليه بقى مأساة والعصر ده مليان أباقه هو فيه فهم مخاطئ للتربية الإيجابية والتربية الإيجابية بريئة كل البراءة من موضوع ده لا ده دلع ده مش تربية إيجابية خالص ده دلع صح في فرق التربية الإيجابية أنا أكون عطوفة وحازمة بس لازم يكون قواعد البيت واضحة ومحددة وملتزمين بيها والطفل عارفها وحتى المراهق عارفها ولازم تطبق إنما ما بدأ بقى أن ابن يعمل اللي هو عايزه ولأ أصلا أنا ما بحبش أقوله لأ أصلا أنا مش عايز أجرح نفسيته لأ لأ يعني ده كده أنا بفسده ده دلع مفرد يؤدي إلى الفساد ليه إن أنا مش معرفه إنه هو له حدود ولا إنه يحترم حدود اللي حواليه وكمان ما بحسسوش إنه أي فعل هو بيفعله عنده مسئولية ناحيته فهيطلع مسئول إزاي وبعد كده الأهالي تتصدم تفضل سايبة ولادها كده وهم أطفال على فكرة من سن 3-4 سن لازم أفضل تتكلم مع ابني وفهمه الصح والغلط ويبقى عنده عواقب تتناسب مع سنه إنما أفضل سايبة 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 وفجأة لما يبقى عنده 18 سنة يتصدم الأهل إنه هو خد العربية وعمل حدثة وموت واحد ولا متدلع ومش في الشاي المسئولية طيب ما أنا السبب أنا اللي معودتوش منه هو صغير إنه يتحمل مسئولية أفعاله وإنه يبقى عارف إنه هو له دور وعلى فكرة حتى لو الولاد في الأول قبلتنا برفض أو اعتراض بس هو الروتين الواضح والحدود الواضحة هي مريحة للطفل في العموم لإنه هو بيبقى فاهم ومتوقع الجاي هو عارف حدوده وعارف اللي له واللي عليه وعارف حدوده الطفل اللي بيبقى ماشي كده بلا قواعد ولا وضوح دايماً بيبقى عنده توطر إنه مش عارف إيه إيه إكسباكتد بلاس إنه هتلاقي طول الوقت أنت عندك مشاكل معاه يومية هو طول النهار يومية إيه ده كل ساعة كل ساعة أنا بقى معترضة دلوقتي على كل هو بيعمله بالضبط فأنتي طول النهار هو مش عارف إنه النهار ده احنا المفروض بنسحة الساعة كذا وبالنام الساعة كذا وبعايد مذاكرتنا كذا وتمريننا كذا فطول النهار بقى أفصال منه ده بقى وإخناقات طول النهار وحرق في طاقة بلا مبرر لا فطبعاً لا لازم الولاد تبقى عندها مسئولية ناحية أفعلها طب إزاي بقى الأم والأب يتعلموا فكرة إن أنا أربي بطريقة إيجابية أفهم منطق وأسلوب العواقب لأنه كل أنت بتذكري ده صعب ومحتاج مذاكرة ومحتاج فهم ومحتاج وعي ومحتاج إن إحنا نطبقه بشكل صحيح لأن هي شعرة دايماً مثلا بتفسل ما بين إن أنا أبقى حنون على ولادي وإن أنا أبقى مدلعيهم إن أنا أخذ موقف حازم وإن أنا أبقى أم قاسية فإزاي إحنا كأبقاء أمهاتنا نتعلم بقى الأسلوب ده بصي هو الموضوع بدء بالتواصل يعني كل ما إحنا خلينا التواصل ما بيننا وبين ولادنا قوي حاولنا نفهمهم نفهم شخصياتهم كل ما قدرنا إن إحنا ونظهر لهم كمان التعاطف كل ما قدرنا إن إحنا نحط قواعد وولدنا تبقى بتنفذ القواعد ده مش بناء على خوف بناء على حب ومش عايزين يخسرونا طول ما إحنا محافظين على علاقتنا بيهم قوية أصي برضو العلاقة القوية دي مرتبطة بحاجات كتيرة جدا مش مرتبطة على فكرة بوقت كبير مرتبطة بأوقات معينة ممكن تكون زي ما بيقولوا عليها وقت مش كبير في اليوم بس وقت أنا مستمعي ومديه له اهتمام وحس له محسسات بإمته ومحسسات إنه هو غالي عندي وإن أنا مستمعة جيدة لي وحس بي كل ما قدرت إن أنا أخلق علاقة قوية مع ولادي وكمان قدرت إن أنا أفهم شخصيتي لأن الموضوع متبادل يعني إن أنا أفهم إبني كواس قوي وأفهم شخصيتي بمعنى إيه؟ ما هو أنا اللي بحط القواعد فأنا الرول موضل أو أنا قدوة فلو أنا بفقد أعصابي وما بعرفش سيطر على نفسي ووقت ما بتحصل مشكلة بفقدر أسرخ وكده أنا بتديني قدوة عاملة إزاي؟ هو هي قال لي؟ بمنطقة البساطة فأنا محتاجة إن أنا أفهم نفسي إحنا دايما في التربية أو أنا بالتحديد بحيث إن التربية بدأ بإن إحنا نفهم نفسنا ونفهم إيه المثيرات لها إيه الحاجات اللي بتحفزنا إيه الحاجات اللي بتوترنا إيه الحاجات اللي بتبقى ضغطة علينا ونبقى عندنا كراءة جيدة للذات فنقدر نعرف إمتى نطبق العواقب اللي تكون مفيدة مش لازم وأنا النهار يعني آه هي العواقب ويفضل أنها تنفس في وقتها بس مثلا لو أنا برى البيت لا مش هينفع أعمل كده لأنه برضو في جزء تاني إن أنا ولا يفضل إن أنا أعمل تهزيب أو تقويم لسلوك ابني مقدام الناس ممكن أخده حتة بعيدة ولو حسيت إن السلوك متكرر ومش قادرة إن أنا أسيطر عليه ممكن أخده وننسحب من المكان تمام بس في نفس الوقت لازم أنا أبقى عارفة إن أنا رد فعلي دوت هو بيشكله شكل الردود الفعل الطبيعية أو تصرف السليم فكل ما أنا كان عندي وعي بنفسي وقدرت أنت أنا أتحكم فيها ويظهر له قدوة حسنة وفهمت شخصيته وهقدر إن أنا أحط قواعد تتناسب معي ومعي من غير ما تكون بقى راحة ناحية إيه إن مجرد إنها ثقر للقرامة أو هزة نفسية حاسة إن أنا معرفتش أربي إن إحدى ساعات كتيرة قوي مجرد وجودنا وسط الناس ونظراتهم لنا ممكن يحملنا بمشاعر كتيرة قوي لبقى عندنا روح انتقامية من ولادنا غصبا عننا هيقولوا علي إيه هيقولوا أنا معرفتش ربيك أو أنت على آخر الزمن تكلم ممتك بالطريقة دي فبلاش ناخد الموضوع في سيء يعني افهمي نفسك كده وافهمي أنت حاسيسك دي نبع منين وافهمي إن الطفل ده دماغه ما بتروحش في الاتجاهات دي كلها وخلي دايما تهزيبك أو الديسبلن بتاعك لابنك مبني على أن انت بس عايزة تحسني اختياره للمواقف والسلوكيات بعيد بقى عن قصة المشاعر الكتيرة جدا اللغبطة اللي بتحصل اللغبطة اللي بتحصل جوانا حياة مروة إنه اللغبطة اللي بتحصل دي وارد إن أي حد يمر بيها ولكن دور كل أم ودور كل أب إنه هم يفهموا نفسهم زي ما أنت قلتي وبعد كده يربوا ولادهم بتربية إيجابية تربية إيجابية ليها قواعد كتيرة وليها كلام كتير وليها يعني كمان بحث كتير قوي كل واحد بيقدمه ولكن في الآخر كلنا هنبقى متفقين إنه إحنا عايزين أولادنا أحسن ناس وبنربيهم عشان في المستقبل يقدرهم ما يكملوا المسيرة ما إحنا مش نفضل قاعدن لهم طول العمر وأهم حاجة أهم حاجة بقى أنت قلتها وزي عجبتني قوي إن إحنا ما ناخدش مواقف لأولادنا قدام الناس يعني فيه أوقات ممكن نسقط ولما نبقى الواحدينة نفهمه غلطه مش لازم ندزي المواقف بالضبط في وقتها عشان قرمتي زي ما أنت بتقولي وبين لأصحابي إن أنا عرفتها ربي خالص على فكرة أنت كده بتهيني ابنك أو بتوجعي بنتك ومش تستفدي أي حاجة غيراً لأنتوا هتعاملوا فجوة بينكم تلتنين ومش بس كده في الغالب 99% من انتباه طفلك ليكي وانت بتكلمي معاه بالتهديدات اللي انت بتهديه هو مش فهمها ولا بركز سير إن هو باصص حواليه لأن الناس اللي بتتفرج عليه ومش هو إحنا دايماً الديسبليم أو التقويم لازم يتم في أتموسفير هيتين حتى لو انت حاسة نفسك كأم متوترة وده بيحصل لإن إحنا كلنا أمهات وبينعدي علينا أوقات بنبقى حاسين دماغنا هتفرقع من تصرفاتهم نساحي بي كده وإحدي كده وخدي نفس عميت صح وبعدين بقى عميل لأنت عايزة بعد كده تضوء عشان تعرفي تتكلمي عشان تعرفي تفهميه أنت ليه مش ع着بك ده صح بدل ما يبقى سيل من الغضب والانفجار اللي مش نوصل منه نهي ده واحنا بنتعمل مع أولادنا عشان نعرف بس نكمل حياة مروا ديرندالي استشاري عركة الأسراء بنشكرك على وجودك معنا مرسي جدا يا فادينا سايدا جدي معك مفيش حد أبدا هيقول أن العقاب أو العواقب في تربية الأبناء حاجة مش مفروض تبقى موجودة لكن المهم جدا أن احنا لازم نعرفه أن وجود العواقب للأبناء وذي الكلمة اللي احنا النهاردة تعلمناها من مروة أن احنا نلغي فكرة عقاب نقول عواقب لازم يكون الهدف الأساسي منه أن احنا نعلمهم الحاجة اللي هم غلطوا فيها وأن احنا نخليهم يستفادوا منها بطريقة إيجابية عشان يعلوا من شخصيتهم ويقوموا من شخصيتهم ونبني سكاتهم في نفسهم مش نكون بس بنعقبهم وندي أوامر من أجل العقاب وخلاص لأن احنا في الآخر عايزين أن احنا نخلي بولدنا أحسن ناس مش عايزين نضرهم وعبرا للعكس عايزين ننفعهم وبكذا تكون خلصة حلقتنا نشوفكم بكرا إن شاء الله في حلقة جديدة من منتصف اليوم